كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن صيام الذين كانوا من قبلنا لأن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الصيام وفرضه على الأمة الإسلامية قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال سبحانه وتعالى على الذين من قبلكم كتبه على أهل من الأسابق أجمعين لأنه أقوى العبادات ولكنه جلع له أبهم هؤلاء الذين من قبلنا كمن هم هؤلاء الذين من قبلنا الذي يبدو من خلال النصوص الحديثية والكثير من الأخبار أن جميع الخلائق فرض الله عليهم الصيام كل الديانات لم تعرف البشرية منذ الخلق أي ديانة إلا وبها عبادة الصيام فالصيام هو لكل الأديان ولعلكم جميعا أيها الأحباب الكرام تعرفون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم العاشر من شهر محرم فسألهم عن ذلك لماذا تصومون هذا اليوم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون فنحن نصومه شكرا لله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى فصام ذلك اليوم وأمر بصيامه وقال لو بقيت من قابل لأصومنة سعى فاليهود في المدينة المنورة كانوا يصومون يوم العاشر من محرم منذ البيئة النبوية الشريفة وكذلك حينما نرى في الديانة اليهودية أنهم كانوا يصومون أربعين يوما عندهم سيام الأربعيني وهذا لأن سيدنا موسى عليه السلام لما كلمه الله تكليما وهناك سيدنا موسى سيصعد إلى الجبل جبل طور وسوف يسمع صوت الله ويكون ذلك الحوار بينه وبين الله رب العالمين قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا هنا سيد موسى سيصوم بعد هذه الواقعة سيصوم صياما لمدة أربعين يوما كما جاء في التوراة وكان موسى عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء هذا يسمى الصيام الأربعين فالأديان السابقة جميعهم كانوا يصومون صيامات كثيرة ومتعددة بل نلاحظ عند اليهود صيام آخر يسمى الصيام الخميس والإثنين من أين أتوا بالصيام الاثنين والخميس اعتقادا منهم بأن نبي الله موسى لما صعد جبل سيناء كان يوم الخميس وحينما نزل منه نزل يوم الاثنين فالصعود والنزول تم في هذين اليومين الخميس والاثنين فصاروا يصومون هذه الأيام وهكذا عند الأديان جميعهم يصومون هذه الصيامات بل حتى عند النصرانية النصارى أيضا عندهم صيام كثير وأهم صيام عندهم هو صيام مريم العذراء عليها السلام السيدة مريم العذراء لما كانت تتحنث في الخلوة وتدعو ربها سبحانه وتعالى ربنا سوف يلهمها الصيام كانت تصوم مدة طويلة تصوم لمدة خمسين يوما يسمى الصيام العذراء تصومه كله لله تعالى ابتغال وعبادة وطعب الملاحظ أن النصرانية ما عندهم صوم محدد في أيام كما نحن عندنا في المسلمين عندنا صيام رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لا اليهود والنصرى ما عندهم أيام معينة يصومونها سوى عند اليهود عندهم ما يسمى بيوم كيبور أو يوم الغفران هذا هو الوحيد الذي عندهم يصومونه محدد في التشريع الموسوي أما جميع الأديان ما عندهم صيام في وقت محدد فالنصرى عندهم صيام مدة خمسين يوما يسمى صيام العذراء وعند الأحبار الذين عندهم قوة إيمان وقوة تدين وأراد أن يرتقي كما عندنا نحن مرتبة الإحسان عليه أن يصوم صومة نينوى وهو صيام سيد يونس يعتقدون أن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت لبت فيه ثلاثة أيام كان بلا طعام ولا شرب وكما يفعله هو التسبيح والتدلل والانكسار لله تعالى نبي الله يونس لما التقمه الحوت طاف به في المحيطات والأنهار والبحار خرج من نينوى هي في العراق في الموصل وبدأ يطوف به الكوكب الأرضي ما ترك نهرا ولا بحرا ولا محيطا إلا وطاف به وشاهد سيد يونس ماذا يقع تحت قاع البحر شاهد بأن هناك الحيتان والأسماك والتخالب وكل المخلوقات تسبح لله رب العالمين فصار سيد يونس يسبح لله تعالى ومن ثم ألهمه الله التسبيح فقال جل جلاله فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطله إلى يوم يبعثون للبت في بطله إلى يوم يبعثون وهكذا كل القساوس والرهبان عندهم أيام يصومونها لكن غير محددة هناك الصيام الذي هو دايما يقترن بالصلاة يقترن بالتدلل جميع الأديان السماوية السابقة صيامهم كان يقترن بالصلاة ويقترن بالتدلل ويقترن بالخضوع والتسبيح وصيرة المسيح عليه السلام معروفة أنه كان يكتر من الصيام لكن كان يأمر أتباعه من المسيحيين من الرهبان أن لا يظهروا صيامهم كان يطلب منهم أن يخفوه لماذا؟ نصوص كثيرة عند المسيح يقول لا تظهروا صيامكم لماذا؟ لأن الذين كانوا من قبله من اليهود كانوا يصومون كثيرا لكنهم كانوا يرأون كانوا يظهرون صيامهم ويفتخرون بذلك ويقعون في الرياء وبذلك يبطل العمل فكان المسيح عليه السلام ينهى عن إظهار الصيام أنه يبقى في السر حتى لا يعلمه أحد سوى العبد المكلف ورب العالمين صيامهم كان كثير خصوصا لما عندهما يسمى بالصيام الفردي والصيام الجماعي الصيام الفردي هو أن الإنسان يجمع أفراد أسرته إما يصوم مفرده أو أفراد أسرته ويصوم حيث ما التفق ليس هناك وقت معين يصوم ليكفر عن خطيئة إذا فعل خطيئة من الخطايا كان يصوم ليغفر له الله تعالى أو يجمع أفراد الأسرة إذا شعروا بالحزن أو شعروا بالمأساة يجتمعون فيصومون فيما بينهم صيما فرديا أما الصيام الجماعي تصومه الجماعات إما قبائل أو مجموعة بشرية كثيرة من هؤلاء الأديان مثلا حينما يرون بأن الرب غاضب على العباد مثلا إذا كانت هناك جفاف فيعتقدون بأن الله غاضب على العباد فيصومون وإذا كان هناك أمطار طوفانية يعتقدون أن الله غاضب فيصومون وإذا كان هناك رداءة المحاصيل الزراعية أيضا يصومون يقول بأن الرب غاضب وإذا كان هناك غارة الجراد وأكل لهم المحصول يقولون رب غاضب وخصوصا لما تكن هناك حروب ويمنون بالهزيمة فإنهم عند الهزائم في الحروب يصومون يقولون الرب غاضب فهذا هذه صيامات مختلفة عند الأمم السابقة أجمعين وكان عندهم صيام معروف ذكره القرآن العظيم وهو صيام الصمت صيام الصمت أن الإنسان قد يذنب ذنوبا بسبب لسانه أن لسانه يقترف ذنوبا أو يقول كلاما فاحشا أو يقع في الغيبة أو في النميمة فيريد أن يربي نفسه ويكفر عن خطاياه فيصوم صيام الصمت صيام الصمت كما جاء في القرآن الكريم على لسان مريم عليه السلام لما قال ربنا سبحانه وتعالى إني نظرت للرحمن صومة فلن أكلم اليوم إنسية إني نظرت للرحمن صومة فلن أكلم اليوم إنسية هذا الصيام الصمت وعند زكارية أيضا كان لا يكلم الناس إلا رمزة هذا الصيام لكل من وقع في مكائد اللسان لأن اللسان هو عضو صعب للغاية قد يدخل صاحبه إلى النار الغريب هو أن هؤلاء الناس الذين كانوا يصومون أنهم لا يرون بأسا بالاتصال الجنسي بين الزوجين لا يرون بأسا بالاتصال الجنسي نحن في الإسلام نتميز بأن صيامنا ممنوع فيه منعا كليا الاتصال الجنسي لأن الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب والفرج أيضا لا ينبغي أن يكون حتى ربنا عز وجل أنزل قوله تعالى في آيات القرآن العظيم لما ذكر العلاقة الجنسية بين الرجال والنساء أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ما يتميز به صيام المسلمين أن العلاقة الجنسية لا تكون أثناء الصيام بالنظار وتكون حللا بعد الإفطار أما هؤلاء الأديان السابقة فعندهم الطعام والشرب لا يأكل طعاما ولا شرب ولا يرون بأسا بالاتصال الجنسي ويعتقدون أنه لا يفسد صيامهم لا من قريب ولا من بعيد لكنهم أيضا يمتازون بأنهم يعذبون أنفسهم بعض الصائمين يتدللون وينكسرون ويحرمون على أنفسهم أكل اللحوم لا يأكلون إلا الخضروات وشرب الماء ويمنع أن يأكلوا بعد الصيام التنعم أن يأكلوا اللحوم والأسماك والفواكه وغيرها من الطيبات بل يكتفون بالماء والخضروات بل منهم من يعدب نفسه فإنه يمضي نهاره مضطاجعا على الحصى والتراب في حزن عميق حتى النوم ينام مضطاجعا على الحصى والتراب في حزن عميق الملاحظ أن صيام أهل الإسلام صيام فيه رحمة كبيرة جدا للغاية أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيه هذه الرحمة الكبيرة أن الإنسان بعد الإفطار له أن يأكل مشاء ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم فلك أن تأكل مما خلق الله عز وجل من طعام وشراب وغير ذلك وأبح لك العلاقة الزوجية بعد الإفطار فالملاحظ بأن صيام المسلمين هو أيصر صيام مرة في تاريخ البشرية صيام ما فيه لا تعب ولا مشقة ولا حزن بل تصوم وأنت فرح مسرور تصوم وأنت سعيد بهذا الصيام تصوم وأنت تشعر بأن الله سبحانه وتعالى لم يفرض عليك الكثير من الشدائد بل لك أن تتنعم بنعمه وهذا من ميزات الديانة الإسلامية التي فيها التيسير على العباد فربنا عز وجل حينما بعث سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم قال عنه ليرفع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم يرفع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالملاحظ أن كل الأديان سواء منها السماوية أو الأديان اللي هي أرضية كتسمة الوتنية حتى هي عندها صيام فالذي ينظر إلى الأمم السابقة مثلا المصريون القدماء الفراعلة كانوا أيضا يصومون وكذلك الهنود أيضا عندهم صيام والصينيون القدماء عندهم صيام والرمان وكل البرهما والبوديين والتيبت الكل كان يصوم حتى قال بعض الدارسين لعلوم الأنتروبولوجيا الأنتروبولوجيا هي علوم تدرس تقاليد وعدات وأعراف الحياة الاجتماعية عند البشر خرجوا بفكرة مفادها أن الصيام هو عرف ديني عالمي عرف ديني عالمي فاليونان كانوا يصومون ودولة فارس الفرس كانوا يصومون والهنود أيضا والصينيون والمصريون القدماء الكل كان يصوم هذا دليل على أن الدين هو كان مستمرا منذ عهد آدم عليه السلام الذي يبدو بأن أول تشريع للصيام كان في عهد سيدنا نوح عليه السلام بل حتى في يومنا هذا يومنا هذا نلاحظ بأن هناك أناس يصومون حتى غير متدينين في أوروبا وأمريكا عندهم ما يسمى بالصيام المتقطع الصيام المتقطع صار موضة جديدة أن الناس يصومون فترة زمنية يباعدون بين وجبات الطعام لا يأكلون إلا وجبتين وجبة في الصباح ووجبة في المساء وهذا نوع من الصيام حتى عند الذين لا يؤمنون بالأذين يصومون لماذا لأنهم يعلمون بأن الصيام هو فيه فائد كثيرة على الإنسان إذا صمف أنه يهتاح لأن من أعظم المهلكات لابن آدم هي شهوة البطن وهي شهوة الفرج هذه من أعظم المهلكات هذا صار معروفا عند البشر عند الفلاسف القدماء وعند المفكرين وعند أصحاب الأديان وحتى عند الأطباء المعاصرين الأطباء المعاصرين يعالجون الناس بالحمية الغدائية ويضعون النظام الغدائي المتوازن وهذا ما رده إلى أن شهوة البطن والفرج هي من أهم الأسباب التي تجعل الإنسان يلحقه الضرر فنحن نعلم بأن أبان آدم عليه السلام وأم نحواء لما خرج من الجنة ما سبب هروجهما إنهما قد نهي عن الشجرة فغلبتهما شهوتهما وأكل منها فبدت لهما سوآتهما فبسبب الغداء للشجرة والشهوة والرغبة غضب عليهم الإله جل علاه ثم أنزلهم من الجنة إلى الأرض ونحن الحمد لله في ديننا الإسلامي ربنا أكرمنا بهذا الصيام وجعله منظما قال شهر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا الشهر هو يبقى يدور على مدار السنة يبقى دائما يأتي مختلفا مرة يأتي في الصيث مرة في الربيع مرة في الشتاء مرة في الخريف يدور مع الأفلاق وبعتة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلها ربنا رحمة فنظم هذا الصيام وجعله ميسر أيسر صيام في تاريخ البشرية هو صيام المسلمين صيام يدوم مدة قليلة منذ شروق الشمس إلى غروبها فقط ومدة تسع وعشرين يوما فإن غم عليكم فأكملوا العدة تلاتين والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا فيه مجموعة من الأداب التي من خلالها نستطيع أن نحصل على الراحة والطمأنينة والسكينة فقال صوم لرؤيته وأفطر رؤيته ومتى زل أمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا الصحور وكان طعامه صلى الله عليه وسلم يصر كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرت فإن لم يجد حسى حسوات من ماء كان يأكل ولا يسرف فكان صلى الله عليه وسلم يتبع قول الله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا النهي عن الإسراف في الطعام وكان يقول صلى الله عليه وسلم مامل أبد آدم وعاء شرا من وعاء بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبة فإن كان ولابد فتلت للطعام وتلت للشراب وتلت للنفس فكان صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه الآدم التي هي مفيدة للنظام الصحي ولكن رمضان عندنا أيضا ليس مرتبط فقط بالغداء والشراب والطعام لكنه مرتبط بالقيام القيام فرمضان عند المسلمين ليس كالصيام عند اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم فنحن بالنهار صائمين وبالليل قائمين نقوم الليل نقوم الليل ونذكر الله تعالى ونكتر من الابتهال إليه جل عنه لأن هذا الصيام يكمل بالقيام والنبي الكريم بشرنا بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه وأيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه فعندنا الصيام وعندنا القيام ونحن في رمضان مطالبين أيضا بتلاوة القرآن فرمضان وشهر القرآن بامتياز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وحاري بكل مؤمن أن يختم كتاب الله تعالى ولو ختم واحدة في هذا الشهر الفضيل أيضا رمضان هو مقترم بالإكرام ومقترم بالعطاء ومقترم بالجود ومقترم بالسخاء فالنبي الكريم كان سخيا في رمضان وأكثر ما يكون السخاء في هذا الشهر الفضيل كان صلى الله عليه وسلم يقال عنه كان أجود ما يكون في رمضان وكان يعطي ولا يخشى الفقر فرمضان هو بامتياز شهر العطاء كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يشجع صحابته الكرام ويقول بأن أفضل صدقة تكون في رمضان أفضل صدقة في رمضان بل كان يقول من فطر صائما كان له مثل الأجر غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا فرمضان هو من غير الصيام والقيام هو تكافل لأن يعلمنا ربنا عز وجل معنى المساواة بين الأغنياء والفقراء لما نشعر جميعا بالحرمان لما نترك التمتع بالشهوات فهذا يجعل الفقير نفسه ترتفع أما الغني فتتفجر في قلوبه ينبيع الرحمة والعطف فيصير هناك الموساة بين الفقراء والمساكين لتتآلف القلوب وتذهب الأحقاد والله تعالى يوصي الأغنياء بالضفقة وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تضلمون ونحن أيها الأحباب الكرام في هذه الأيام المعظمة أو شكنا أن ندرك العشر الأواخر فبالأمس كانت الذكرى العطرة الذكرى العظيمة التي يستحضرها المسلمون كل رمضان ذكرى غزوة بدر الكبرى التي تمت في السابع عشر من رمضان هذه الغزوة الكبرى أيضا وقفنا عندها وتحدثنا عنها لأنها فيها دلائل وفيها معاني كثيرة لما كان المسلمون كانوا يتعرضون للأذى ويتعرضون للظلم لسنوات طويلة وكانوا يطلبون الله تعالى أن يأذن لهم بأن يقاوموا وكان ربنا يقول اسبروا وصابروا ورابطوا حتى جاء الأمر الإلهي بالإذن بالمواجهة تنزل قوله تعالى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُنِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ثم جاءت هذه المعركة العظيمة التي انتصر فيها المسلمون نصرا كبيرا وخلّد الله تعالى ذكرها في القرآن لما سمّها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وقال جل جلاله وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ تَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نحن الآن أيها الأحباب الكرام نستقبل العشر الأواخر من رمضان هذه العشر الأواخر هي التي ينبغي أن نكثر فيها من العبادات والطاعات هذه العشر الأواخر هي المهمة لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت هذه العشر الأواخر كان يقيم ليله ويشد مئزره ويوقد أهله كان هذه صفاته ما معنى يشد مئزره أن حتى العلاقة الزوجية المباحة لا تكون في العشر الأواخر من رمضان حتى يتهيأ ويتجرد لعبادة الرحمن يشد مئزره ثم يوقد أهله لا يقوم بمفرده بل يحمس أهل البيت الزوجة والأولاد والخدم في البيت هيا بنا جميعا نقوم لله يوقد أهله ويحيي ليله أن الليل ما في نوم ما في ضياء لأشياء التسلية في الليل هناك العبادة هناك تلاوة القرآن هناك التهجد وهناك ذيل الرحمن فنسأل الله تعالى أن يجعل صيامنا صيام العارفين بالله ويتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويغفر لنا الدنوب ويستر عندنا العيوب ويجعلنا من عباده الصالحين اللهم اجعلنا ندرك ليلة القدر وأكتبنا فيها أوفر النصيب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اعتق رقابنا ورقاب أبائنا من الديران واجعلنا من عبادك من الذين جعلتهم لا خوف عليهم ولا يحزنون وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله